من استهداف منصات الصواريخ ومخازن الأسلحة إلى قصف ثلاثين من أصد واحد وثلاثين فرعا ومكتبا لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان تلك الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة التي يقول جيشها تأتي لإضعاف البنية المالية لحزب الله وتقويض مصادر التمويل الذي يعمل فيه القرض الحسن كبديل للنظام المصرفي اللبناني ويتيح لحزب الله تحريك الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي لتجنب العقوبات كما أنه يمول بحسب إسرائيل عملياته العسكرية والاجتماعية اقتصاديا يكشف الجيش الإسرائيلي من خلال عرض بثه على قنواتها الرسمية آلية تمويل الحزب بالأموال والتي قال إنها تأتي من مصدرين بحسب الجيش الإسرائيلي الأول عبر سرقة المواطنين اللبنانيين والثاني عبر تهريبها من قبل إيران للبنان والتي ينقلها الحرس الثوري عبر سوريا أو من خلال رحلات جوية ناشطون كذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي قالوا إن تلك الأموال تغذى للقرض الحسن عبر نشاطات غير قانونية مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات في كل تلك الحالات فإن المشهد الحالي يعكس بحسب خبراء تطورا خطيرا في حال فقد حزب الله منابع تمويله والتي قد تؤدي بحسب أهداف إسرائيل لتقويض الدعم الشعبي للحزب من خلال تعطيل خدمات القرض الحسن وصعوبات جمّة بدفع رواتب أعضائه وتمويل عملياته العسكرية كما يزيد من عزلة الحزب وفصله عن القنوات المالية مع إيران عبر تهديد الرحلات الجوية التي تحمل الأموال الإيرانية لبيروت خطوات قد تعكس توترا إقليميا مباشرا بين إسرائيل وإيران خاصة أن طهران تعتبر حزب الله ذراعا استراتيجيا لها في المنطقة لكنه من جهة أخرى قد يعمل على شل حركة الحزب عسكريا أو نشوب فوضى داخلية في لبنان والتي بحسب تقارير قد تكون أحد أهداف إسرائيل لإشغال حزب الله عن حدوده الشمالية